بدايةً كده خليني أطمنكم على ملف الإصابات وده واحد من المواضيع يعني اللي عمل صداع لجمهور النادي الأهلي وبالتأكيد طبعاً للجهاز الفني في الفترة الأخيرة احنا آخر مصرين لعبنا فيهم بغيابات خطوط كاملة يعني خط النص تقريباً غايب تلات لعيبة اللي بيلعبوا على الدايرة السلية فتحي ديانج مش موجودين خط الظهر الحقيقة بيعاني بشكل كبير جداً الأول بانون من ساعة مشكلته طبعاً وإصابته بفيروس كورونا ولحت اللحظة دي طبعاً الحمد لله بنحمد ربنا أنه الرجل تعافق لكن طبعاً بعيد تماماً عن الحسابات عبد المنعم وراء يسر إبراهيم فالقصة الحقيقة يعني مقلقة جداً بس إلى حد كبير جداً أحب أطمنكم يعني إن شاء الله بإذن الله الأمور بالنسبة لعيبة خط النص إلى حد كبير جداً مطمئنة وبإذن الله إن شاء الله في خلال الأسبوع ده هيكونوا جاهزين بداية حمد فتحي مع أول تمرينة للفريق هيكون جاهز إن شاء الله وهيشارك في التمرينة بشكل كامل هو خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي كمان حصل على حقن موضعي وقام بتنفيذ كل البرنامج علاج الطبيعي اللي كانت حطله وعمل بعض الجلسات في الجيم وكذا لفها في التراك ونفذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج التأهيلي عشان يتم تجهيزه إن شاء الله وبإذن الله هيبتدي مع الفريق بداية من المران اللي جاي قاليو جانج برضو وضعه إلى حد كبير قاليو جانج إصابته كانت كدمة شديدة شوية في مباراة وفاق الصيف لو حضراتكم تفتكروا في الدور قبل النهاية في بطولة أفريقيا لكن حالته إلى حد كبير جداً مطمئنة وإن شاء الله بإذن الله برضو هيكون جاهز للسفر مع الفريق في المغرب طبعاً معاد الصفر لسه لم يحدد حتى الآن اللي هيحدده مستر موسيماني وأعتقد أنه رجل بعد موافقة ربطة الأندية أخيراً على تأجيل مباراة إستن كامباني المباراة اللي كانت مفترضة هتلعب يوم الأربع خمسة وعشرين تأجلت ليوم خمستاشر يونيو من الشهر اللي جاي بعد الأجندة الدولية فبالتالي أعتقد أن مستر موسيماني هيكون حريص على أنه يسافر بدري قاليو جانج زي ما قلت لكم هيخضع كمان لأشعات وفحوصات عشان يتم تأكد من حالته تستجاب بشكل كبير جداً طول الفترة الأخيرة وإن شاء الله يكون جاهز برضو للعودة مع التمريل اللي جاي وإن شاء الله يكون عنده فرصة في الدخول في التدريبات الجماعية وفرصة لحاق ياسر إبراهيم وديانج بمباراة الأهلي إلى حد كبير جداً إن شاء الله كبيرة إن هم يكونوا جاهزين للمباراة بعد ما يخلصوا طبعاً من تنفيذ البرنامج التأهيلي فريق النهاردة راح عام من التدريبات وإن شاء الله بإذن الله بعد طبعاً ماراثن مباراة أمبي اللي استمرت لمية دقيقة وبازل فيها لحقيقة لعيبة مجهود كبير جداً أنا عارف إنه المباراة السيناريو بتاعها كان صعب وطرنا ألقنا لكن الطريقة اللي فنش بيها لعيبة المباراة إلى حد كبير جداً مطمئنة والروح جوا الفريق في أعلى مستوياتها أعتقد كمان والعيبة عارفة إنها رايحة الإنجاز التاريخي هيحسب ليها وهيحسب للجيل ده كله إن شاء الله بإذن الله أعتقد درجة استعدادهم تركيزهم هتكون في أعلى مستوياتها قبل المباراة بتاعة الودات